شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطوراً ملحوظاً بفضل توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين البلدين وقد تم توقيع أربع اتفاقيات لتوسيع منطقة تيدا مصر الصناعية بمساحة ثلاثة كيلو مترات مربعة جديدة مما يرفع من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من ملياري دولار شراقة اقتصادية قوية وتبادل تجاري فعال بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل ما تقدمه مصر من تسهيلات وحوافز للاستثمار لتشهد تلك الشراكة انطلاقة قوية منذ أكتوبر الماضي وذلك خلال نعقاد منتدى الحزام والطريق في بكين والذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشاركة وجدت في نهاية المطاف بحزمة اتفاقيات من بينها توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة ثلاث كيلو متر مربع لإقامة منطقة صناعية إضافية في المنطقة الصناعية بالسخنة لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا مصر التي تبلغ 7.3 كيلو متر مربع والتخطط إجمالي لستثمارات بها حاجز الاثنين مليار دولار أيضا شهد التعاون المصري الصيني توقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مشروع لإنتاج موسير حديد الدكتايل داخل تيدا مصر لإنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى وكذلك إقامة مشروع لإنتاج الزجاج المسكول بقدرة 800 طن يوميا وخط إنتاج للزجاج المدلفين بقدرة 800 طن يوميا باستثمارات 500 مليون دولار توفر من 600 إلى 800 فرصة عمل اتفاقيات التعاون أيضا شاملت إنشاء مشروع مجمع الصناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام باستثمارات 110 ملايين دولار